علاقة باردة تجمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل تشعلها ملاسنات لا تنتهي وإن كانت حدة لهجتها أخف من ناحية السيناتور انتقادات ترامب للزعيم الجمهوري لا هوادة فيها منذ كان رئيسا واتهمه مرارا بالفشل في تمرير أجندته التشريعية لكن الفجوة التسعت بعد خسارة ترامب للانتخابات عام 2020 وقت حام أنصاره للكونغرس لتبدأ المعركة بانتقادات لشخص ماك كونيل ومكانته الوظيفية فترامب أكد عجز الحزب الجمهوري عن كسب الاحترام أو الفوز مجددا بقيادة سياسيين مثل ماك كونيل العابس وفق تعبيره محملا إياه مسؤولية فقدان الأغلبية بمجلس الشيوخ دعوات ترامب شبه المتواصلة لاستبدال ماك كونيل كزعيم للجمهوريين يدعمها أحيانا بتغريدات ساخرة على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث ووصفت بالمحرضة على العنف حين انتقد موافقة ماك كونيل على صفقة لتمويل الحكومة مضيفا أن لديه رغبة في الموت ولم تتوقف صولات الرئيس السابق وجولاته عند ماك كونيل نفسه بل تخططه للاستخفاف بزوجته المولودة بتايوان ووصفها بالمحبة للصين فصول المواجهة الثنائية جاءت ضرباتها أكثر تحفظا من جانب ماك كونيل الذي التزم الصمت تجاه التغريدات ووصف أداء ترامب بالمجنون ورغم أن ماك كونيل اعتبر ترامب مسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث الكونغرس إلا أنه لم يصوت لإدانته لكنه كذلك ينتقد نوعية المرشحين الذين يدعمهم ترامب بالانتخابات النصفية مؤكدا أنهم سيزيدون صعوبة استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ وتحقيقه إنجازا جديدا يتمثل بصاحب أطول فترة خدمة كزعيم حزب فيه مؤكدا أنهم سيزيدون صعوبة استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ